قد يكون المشهد السوري مل انعقاد الاجتماعات والتجمعات بشأنه لا سيما تلك التي دخلت في إطار التكرار وحصرت نفسها في البيانات لكن انعقاد اجتماع أستانا السادس عشر قد يأخذ مسارا مختلفا هذه المرة على الأقل في مستوى نتائجه وزارة الخارجية الروسية أعلنت استكمال الترتيبات لعقد الجولة الجديدة من مباحثات أستانا في العاصمة الكزخية نورسلطان التي سوف يحضرها وفود من روسيا وتركيا وإيران فضلا عن وفدين نظام والمعارضة السورية والمبعوث الأممي جير بيترسون وممثلين عن الصليب الأحمر الدولي واللجان الأممية في ملفات اللاجئين تحشد روسيا ثقلها عبر وفدين أحدهما دبلوماسي يرأسه المبعوث الروسي الخاص إلى روسيا أليكساندر لفرانتييف وآخر عسكري يترأسه المسؤول في وزارة الدفاع الروسية ستانسلاف حاج محمدوف وعلى خلفية احتدام السجال الروسي الأمريكي مؤخرا حول ملف المساعدات الإنسانية والوضع في شمال شرقي سوريا عادت موسكو إلى توجيه اتهامات حادة لواشنطن بمواصلة نهب ثروات سوريا وتشجيع النزعات الانفصالية حسب تعبيرها عد فترة هدوء عقبت قمة بوتين وبايدن في جينيف في السادس عشر من حزيران الماضي العديد من الملفات الساخنة مطروحة هذه المرة على طاولة المباحثات في العاصمة الكزخية لعل من أبرزها التصعيد الأخير في إدلب والمعابر الإنسانية وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية في جينيف وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين وهي ملفات بحثها أليكساندر لافرانتييف الممثل الخاص الرئيس الروسي بوتين وسيرجي فيرشنين نائب وزير الخارجية مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيترسون يبقى ملف المساعدات الإنسانية حاضرا بقوة في جدول أعمال المباحثات هذا ما جاء على لسان وفد المعارضة أما صحيفة الشرق الأوسط فكشفت أن مصادر دبلوماسية الروسية قالت إن موسكو تسعى مع شركتها تركيا وإيران للتوصل إلى صيغة جديدة لتفعيل دور المجموعة في موضوع المساعدات الدولية ما قد يشكل حلا مقبولا لدى الروس في حال تعاون الغرب مع موسكو في وضع آلية تعتمد على نشاط ضامن أستانا فهل ينجح المسار في اجتراح مخرج لأزمة ملف المساعدات الإنسانية قبيل المواجهة الكبرى في مجلس الأمن؟